مرحبا برج العذراء أهلاً فيكم في القراءة العامة القراءة تصلح حق الطالع الشمسي وأيضاً القمري أو أي من الكواطب عندك موجودة في برج العذراء بس عزيز المتابع أنت اللي لازم تشوف القراءة وتحدد إذا تنطبق عليك ولا لا إنزين إهني رح نتناول الجوانب العملية أكثر لحياتك يا برج العذراء عندنا الأموال الوظيفة المشاريع حتى الدراسة وبشكل عام رح نلقي نظرة على الحياة العاطفية وآخر شي ننتهي بالمفاجأة اللي خبيهة لك أول شي جانب الأموال البرج العذراء خلا نشوف شلون رح تكون أموالك خلال هالشهر رح يصير عندك تغيير مفاجأ في في الصرف يعني في أموال أشوفك هني أنت يا برج العذراء حطنها على جنب من أجل اليوم الأسود ولكن في شي شخص ممكن يكون شخص ممكن يكون شي معين تحب أن تحصله عشان نفسك شي خص الحب الحب مو فقط شخص ممكن أحبني أسافر ممكن شفت عقد وقررت أو مجوهرات أو سيارة حتى ولو أني هذا الشي ما كنت مخطط أني رح أشتري هذا الشي رح يأثر على ميزانيتي ولكن رح أكون جدا مرن خلال هذا الشهر وأشتري لنفسي الشي اللي أحبه برج العذراء خلال هذا الشهر قاعد يذهب يصرف أمواله على الأشياء اللي يحبها في شي أو شخص هو اللي رح تصرف أموالك عليه ممكن شخص قال لك أنت بخيل تحاول تراضي فتصرف عليه فتستميله ممكن لقيت سويت شوبينج وعجبك شي خارج عن ميزانيتك رح شوية يتعب ميزانيتك ولكن مو لدرجة أن يقصفها لا رح يكون في إعادة ترتيب للأولويات كأنا مهني برج العذراء يقول الحساب التوفير مو ويضروري لازم أول شي أحصل الأشياء اللي أحبها السيارة البيت الزواج ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر